إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا أَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل بنا الصيامة والقيامة وصالح الأعمال لوجهك الكريم اللهم لا تجعل للناس نصيباً في أعمالنا واجعل عملنا كله خالصاً لوجهك الكريم اللهم اقبلنا في زمرة عبادك الصالحين اللهم اكتب لنا الخير دنيا وأخرى اللهم احينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وحشرنا على زمرة النبي المصطفى خير الأنام اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنها اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنها اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنها وعن والدين وعن جميع المسلمين اللهم بلغنا ثوام ليلة القدر واكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النار ومن المأجورين اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن أمتته منا فأمته على الإسلام وحشرنا في زمرة النبي المصطفى خير الأنام اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر اللهم لا تجعل لنا ذما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا ضيقا إلا وسعته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعمتها ويسرتها ووفقتها بكرمك يا كريم وبلطفك يا لطيف اللهم آمين أهلا بكم أحبابنا ولقاء متجدد في رحاب تناسك الدراء موضع جديد آية جديدة نكشف بعض أسرار التشابه فيها مع آية أخرى نبين بهذا السر معنى الآية وكذلك نضبط الحفظ واللقاء اليوم حول الآية الثامنة والأربعين بعد المئة من قول الله سبحانه وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء هذه الآية متشابهة مع الآية التي في سورة النحل من قول الله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء طيب لحظ هنا في حاجته أولا قال لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء هنا قال ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فهنا أولا في الجملة الثانية فيه من دونه وهناك في الجملة الأولى ما فيه شيء وفيه في الجملة الثانية نحن والجملة الأولى ما فيه ولاحظ أن الجملة الأولى لو شاء الله ما أشرقنا والثانية ما عبدنا طيب ما سر هذا التكرار ولماذا لم تتكرر هذه الألفاظ متشابهة بين الآياتين لو شاء الله ما أشرقنا لفظ أشرقنا أشرقنا فعل وفاعل وهذا الفعل مكتفل عن المفعول يعني ايه مكتفل عن المفعول المفعول هنا يعني غير محتاجة إليه الجملة ولو أشركت يعني لو أشركت إيه لو أشركت مع الله إلها هذا مفهوم من اللفظ دون أن يذكر مفعوله لكن عبدنا ليس الفعل مكتفيا بالفعل وإنما لو شاء الله ما عبدنا يحتمل ما عبدنا إياه الكريم يعني سبحانه وتعالى ويحتمل أن يكون ما عبدنا إلها غيره فلذلك العبارة محتاجة إلى المفعول للبيان أي عبادة تخصدها لذلك جاءت من دونه يعني عبدنا من دونه عبدنا إلها غيره يبا كده وضحت يبا أشرقنا هذه مفهومة أشرقنا يعني جعلنا مع الملك أو مع الرب شريكا فلا يحتاج إلى ذكر هذا الشريف كل الشركاء يعني على حد واحد لكن العبادة قد تكون لله وقد تكون لغيره لن يحتاج في الجملة إلى الفاعل كي يبين المقصود طيب هذا بالنسبة لمن دونه طيب بالنسبة لنحن هنا زاد نحن قال سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا طيب ليه زادت نحن ما هي نحن دي أدت نفس معنى النون نون الفاعلين في عبدنا صح ولا لا قالوا هنا في الجملة قالوا إذا زادت الفواصل في الجملة وجب إعادة العامل هنا في كم فاصل زاد من دونه من شيء أربع كلمات زادت في المسافة بين الشرط وبين جوابه لذلك وجب أعادة العامل حتى لا ينسى المستمع من هو العامل مثل قول الله أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم طرابا وعظاما أنكم مخرجون فزاد العامل هنا مرة أخرى لأن الحواجز زادت والفواصل زادت في الجملة إذن بيان بقوله من دونه من شيء حتى يفهم من الذي قصد بالعبادة فإن الذي أفهمته لفظة أشرقنا يعني غير محتاجة إلى زيادة بيان هذا شيء ثم إعادة العامل في نحن لزيادة الحواجز والفواصل في الجملة واحفظ معي لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء دي في الأنعام لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء هذه في النحن أسأل الله أن يجعل في كلامنا الفائدة وأن يكتب له القبول وأن يجعلنا وإياكم من عباده السعدة دنيا وأخرى إنه على كل شيء قدير دمتم في رعاية الله إِنَّا أَنْزَلِنَاهُ قُرْآنًا عرَبِيًا أَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا أَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ تَحْقِمْ تَحْقِمْ تَحْقِمْ